كيف أجر الدم في عروقها خلق الله الذرة وخلق الله الكائنات الكبيرة هذه من خلقها هو الله جل جلاله فتبدأ تتفكر في عظيم خلقه وإبداعه وصنعه سبحانه وتعالى لما تفكر في خلقك أنت يا ابن آدم والله يدعوك ويقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني كيف الله خلقك من نطفة من معلقة وغير مخلقة وغير مخلقة ثم تكونت في بطن أمك في ظلمات ثلاث ثم انخرجت على هذه الدنيا من ربك من غذاك من أطعمك هو الله سبحانه وتعالى فلما تتفكر يزداد الإنسان إيمان ويزداد الإنسان يقين على ربه ويبدأ يتحرك عنده الإيمان واليقين على الله جل جلاله فأخذنا عليك